بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلباء سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان حل المعادلات في الدالة الأسية لسنة الثالثة ثانوي رقم واحد أنصح به شعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي وشعبة سير واقتصاد لأنه تمرين رائع حيث قال حل المعادلات الآتية عندنا أسية ثلاثة ناقص اثناني اكس يسوي واحد وعندنا أسية ثلاثة اكس زائد واحد يسوي لنا واحد على الأسية مربع وعندنا أسية اكس يسوي لنا الجذر أسية اكس ناقص واحد وعندنا أسية اثنان اكس ناقص واحد على اكس ناقص اثنان ناقص الأسية يسوي لنا سفرة ثم عندنا أسية X ناقص 1 زايد 2 في أسية X زايد 2 ناقص 1 يساوي 0 وعندنا أسية ناقص X ناقص 3 على أسية ناقص X ناقص 5 يساوي 1 على 2 إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على هذا السؤال لهو حل المعادلة قبل هذا سوف أنبهكم إلى بعض الأمور أنه عندنا أسية 0 معروفة إنها 1 أسية 0 كم تساوي؟ يساوي لنا 1 ننطلق بالمعادلة إذن نكتب هنا حل المعادلات لاحظوا وانتبه ننطلق بالمثال الأول قال أسية 3 ناقص 2X يساوي لنا 1 إذن أسية 3 ناقص 2X يساوي لنا 1 هذا الواحد يا أبنائي بماذا يمكن أن نعوضه؟ نعوضه بأسية 0 ويصبحنا أسية 3 ناقص 2X تساوي لنا كم؟ تساوي الأسية 0 يتساوي عددان إذا تساوي الأساس مع الأساس وماذا؟ والأس مع ماذا؟ مع الأس إذن من هذا ماذا ينتج؟ ينتج أنه ماذا؟ أنه 3 ناقص 2X يساوي لنا الصفر ننطل هذا إلى هنا نصبحنا ناقص 2X يساوي لنا ناقص 3 ومنه X يساوي لنا ناقص 3 على ناقص 2 أي أنه X يساوي لنا كم؟ 3 على 2 نقول أس من مجموعة الحلو إذا سميناها أس واحد من هي؟ إنها 3 على 2 حيث قبل كل شيء دائما أنبه إلى حل أي معادلة أو متراجحة نعين أول مجموعة تعليف لكن هذه معرفة على ماذا؟ على R حتى نفهم جيدا أما لو نأتي الآن مثلا إلى هذا المثال هذا غير معرف على R وهذا غير معرف على R لأن هذا كسر وهنا كذلك كسر لهذا ننتبه إذن ماذا وجدنا؟ وجدنا أن مجموعة الحلول هي 3 على 2 تعالوا مثلا نريد التأكد كيف نتأكد معنا نأتي إلى هنا بـ 3 على 2 هل يترى نجد الواحد أما؟ تصبح لنا أسية أولا الاثنان يذهب مع الاثنان تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا ثلاثة ناقص ثلاثة التي هي أسية صفر تقوى صفر الأسية واصل كم؟ إنها واحد هل وجدنا نفس النتيجة؟ نعم أرجو قد فهمتم الفكرة الآن بعدما أنهينا مع المثال الأول سوف نتطرق الآن إلى المثال الثاني الذي يقول أسية 3x زائد واحد يسوي كم؟ يسوينا واحد على الأسية مربعة الآن عندنا أي قاعدة إذا أي عدد إذا نقل من المقام إلى البسطة تتغير ليس إشارته إنما إشارة قوته معنا تصبح لنا هكذا أسية 3x زائد واحد تساوي الأسية قوى ناقص ثنان مثلها كمثال واحد على عشر مربعة هذا يسوينا عشر قوى ناقص ثنان حتى تفهموا جيدا الآن قلنا يتساوي عددان إذا تساوي الأساس مع الأساس والأس مع الأس إذن فنقول 3x زائد واحد يسوينا ناقص ثنان ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا ثلاثة x يسوينا ناقص اثنان ناقص واحد وهي ناقص ثلاثة ومنه x يسوينا ناقص ثلاثة على ثلاثة الذي هو ناقص واحد فنكتب لنا أس اثنان يسوينا ناقص واحد والعبارة هذه المعادلة معرفة على أرياني لا يحدث لنا أي إشكال مع مجموعة التعريف بعد ما أتمنى مع هذا المثال سوف نتطرق الآن إلى المثال الآخر الذي يقول أسية x تساوي لنا الجذر أسية x ناقص واحد ها المعروف قلنا على أن أسية f لx إنها قيمة مجبة مهما كان العدد الذي يضرب هنا في الأس فإن الأسية مجبة بمعنى هذا العدد كيف هو إنه مجب تماما وهذا مجب تماما فماذا يمكن أن نضع أنه نربع الطرفين يعني من هنا نضع التربيع ومن هنا التربيع عندنا قوة القوة تساوي جدال قوتين معصبح هنا أسية اثنان x يساوي وهنا لما نربع الجذر أكيد سوف يذهب تساوي على أسية x ناقص واحد تتساوي عددا إذا تساوت الأساس مع الأساس والقوة مع القوة تساوي على اثنان x يساوي لنا x ناقص واحد ننقل هذا إلى هنا تصبح هنا اثنان x ناقص s التي هي x يساوي لنا ناقص واحد ونكتب هنا s يساوي لنا كم ناقص واحد وهكذا انتهى بعدما أكملنا مع هذا المثال الثالث سوف نتطرق إلى المثال الرابع الذي يقول أسية 2x ناقص واحد على x ناقص واحد عفوا ناقص اثنان نعتذر يساوي كم ناقص الأسية يساوي صفر أولا نقول حتى يكون للمعادلة ماذا معنى يجب أن يكون ماذا أن هذه القيمة الموضوعة في المقام يجب أن تختلف عن صفر يعني x ناقص اثنان لا يساوي الصفر ناتي إلى هذا ننقل هنا ماذا تصبح لنا x لا يساوي لنا ماذا اثنان معناه أن d إذا قلنا مجموعة تعريف هذه العبارة تصبح لنا r معادة ماذا معادة الاثنان لأن تقول قاعدة لحل معادلة أم وثلاث حي يجب أن تعين نجموعة تعريف يقول أحدكم ولماذا لم تعين في الأولى لأنها كلها معرفة على أريان يعني لا يحدث لنا إشكال أما هنا يجب لأن تعلق الأمر بالكسور الآن ننقل هذا إلى هنا فماذا ينتج؟ سبح لنا أسية 2x ناقص واحد على x ناقص اثنان يساوي لنا أسية واحد يتساوي عددا إذا تساوي الأساس مع الأساس والأس مع الأس فماذا ينتج؟ ينتج لنا هكذا 2x ناقص واحد على x ناقص اثنان يساوي واحد ننقل هذا إلى هنا طبعنا 2x ناقص واحد على x ناقص اثنان ناقص واحد يساوي ماذا؟ يساوي الصفر نوحد المقام لما نوحد المقام معناه هنا x ناقص اثنان وهنا نضرب في x ناقص اثنان فماذا يصبح لنا؟ 2x ناقص واحد وهنا ناقص ماذا؟ x وهنا زائد اثنان على x ناقص اثنان يساوي الصفر إذا أولا ماذا يحدث؟ عندنا هذا وهذا كم يعطي لنا؟ يعطي لنا x ثم هذا مع هذا يعطي لنا زائد واحد على x ناقص اثنان يساوي الصفر المعروف على الكسرة إذا كان عندنا a على b يساوي الصفر المعروف أن البسط هو الذي يساوي الصفر لأن b بما أنه في المقام مستحيل أن يساوي الصفر معناه هنا من هو الذي يساوي الصفر؟ معناه هذا العدد هو الذي يساوي الصفر معناه x زائد واحد يساوي الصفر ننقل هذا إلى هنا أصبح لنا x يساوي لنا ناقص واحد وهو يختلف عن الاثنان بما أنه يختلف عن الاثنان فتصبح لنا s يساوي لنا ناقص واحد فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا المثال يمكن أن نتأكد من النتيجة المحصل عليها هنا لو نعود بناقص واحد وهنا بناقص واحد فماذا ينتج؟ صبح لنا ناقص ثلاثة على ناقص ثلاثة ناقص الأسية تساوي صبح لنا هذا مع هذا صبح لنا الأسية يعني ناقص الأسية ويساوي الصفر نحن على الصفر يعني القيمة حتى تعرفوا أن القيمة التي تحصلتم عليها صحيحة عوّروا فتجدوا تلك الأمر قد تحقق قناعة الآن إلى المثال الأخر وهو أسية X ناقص واحد زائد إثنان في أسية X ناقص زائد إثنان ناقص واحد يساوي الصفر المعروف على أنه درستم إذا كان عندنا A في B يساوي الصفر إما A يساوي الصفر أو B يساوي الصفر معنى أين هو الأ؟ ها هو A و ها هو B وبينهما الجداء يساوي الصفر إما قصية X ناقص واحد زائد إثنان يساوي الصفر أو ماذا؟ أو قصية X زائد إثنان ناقص واحد هو الذي يساوي الصفر لكن نحن ماذا نعلم؟ أنه قلنا قصية F ل X ما أحترم مجموعة التعرف إنها قيمة مجابة تماماً يعني هذا كيف هو؟ هذا مهما كان إنه قيمة مجبة تابعاً إلى هذه القائدة تخيلوا الآن هذا موجب ونضف له إثنان هل يذهب إلى السالب؟ لا إذن موجب زائد موجب يعطينا موجب إذن هذا الأمر نقول عليه أنه مستحيل لماذا؟ لأن هذا موجب ونضف له شيئاً موجب هل ينعدم؟ مثلها كمثل ثلاثة ثم نضيف لها أربعة تساوينا سبعة هل سبعة تساوي الصفر؟ مستحيل إذن فهذا نقول أنا الجزء الأول هذا وجزء أنه مستحيل يساوي الصفر يبقى لنا هذا المثال إذن هذا الجزء ствен Luệ هذا مستحيل. اذا من هو اللذي يصحيه صفر؟ هذا هو اللذي يصحيه صفر. ننقل هذا الى هنا. فصبح اصية ماذا؟ أصية اكس زائد اثنان يساوي النا one. واحد قلنا ما هو انظروا الواحد ما هو انه اصية ماذا؟ انه اصية صفر. فيصبح اصية يساوي الاسية والاس يساوي الاس فاصبح لنا اكس زائد اثنان. يوسى يوسف ننقل هذا إلى هنا سبحانه إكس يوسى يوسى ناقص إثنان فنكتب أس يوسى يوسى ماذا ناقص إثنان حيث أكيد هذه المعادلة معرفة على أهر لا جدد الآن معناه إذا كان عدد موجب مضرب في الصفر يذهب إلى الصفر وهو الجواب فقط بعدما أنهينا مع هذا المثال سوف نتطرق الآن إلى المثال الأخير لكن ركزوا لأن فيه يحتاج إلى نوع من الحساب أولا عندنا بما أن الأمر متعلق بكسرة فيجب أن يكون المقام يختلف عن الصفر نقول يكون للمعادلة قلنا معناه إذا كان ماذا إذا كان أسية ناقص إكس ناقص خمسة لا يساوي الصفر يعني المقام يختلف عن الصفر ننقل هذا إلى هنا فيصبح أسية ناقص إكس لا يساوي لنا خمسة أن ركزوا هذه القيمة إنها دائما قلنا مجابة وهذه مجابة فالأمر لم يحدث فيه تناقض ركزوا جيدا لكن عندنا خاصية تذكرها سوف تدرسونها في الدلالة لغة رتمية إذا كانت عندنا أسية إكس تساوي لنا أ مع أ قيمة مجابة تماما هذا معناه حتى نجد قيمة إكس فإن إكس يصبح يساوي لنا لغة رتمة أ احفظوا هذه القاعدة إذا كان عندنا أسية إكس يساوي أ مع أ قيمة مجابة تماما فإن إكس يساوي لغة رتمة أ فما هذا الأمر نطبقه على هذه القاعدة فهذا ماذا يعني؟ يعني ناقص إكس لا يساوي لغة رتمة ماذا؟ لغة رتمة خمسة إذا كان هنا عندنا مثلا إثنان إكس فنقول إثنان إكس تساوي لغة رتمة أ هنا عندنا ناقص إكس فنقول ناقص إكس لا يساوي لأن هنا عندنا لا يساوي لا يساوي لغة رتمة أ لغة رتمة خمسة ومنه إكس لا يساوي ماذا؟ هذا الناقص يأتي إلى هنا إلى هذا المكان صبح لنا ناقص لغة رتمة ماذا؟ لغة رتمة خمسة معناه تصبح أن D هي مجموعة تعريف هذه المعادلة هي R معادة القيمة كم ناقص اللغة الرثمة 5 هذا الشرط يجب أن نعين مجموعة تعريف أي معادلة أو متراجعة ثم الآن بعدما وجدنا هذا نكمل الآن مع العبارة فتصبح لنا أولا ننقل هذه القيمة إلى هنا فتصبح هنا C ناقص X ناقص 3 على أسية ناقص X ناقص 5 ناقص 1 على 2 يساوي الصفر أكيد نفكر في توحيد المقام نضرب هذا في هذا وهذا في هذا تصبح لنا 2 في أسية ناقص X ناقص 3 ثم ناقص أسية ناقص X زائد 5 لأن هذا كنا نضربه في هذا على ماذا؟ على 2 في أسية ناقص X ناقص 5 هكذا يساوي الصفر الآن يمكن أن نكمل عملية النشرة رويدا رويدا تصبح لنا هذا في هذا وهو 2 في أسية ناقص X ثم هذا في هذا تصبح لنا ناقص 6 ثم ناقص أسية ناقص X ثم زائد ماذا؟ زائد 5 على 2 في أسية ناقص X ناقص 5 هكذا يساوي قلنا ماذا؟ يساوي الصفر كصر يساوي الصفر المقام مستحيل يساوي الصفر مع مجموعة التعريف فمن هو الذي يساوي الصفر؟ أكيد هو البسط الآن إذا أكملنا 2 في أسية ناقص X مع ناقص أسية ناقص X كم تعطي لنا؟ أكيد تعطي لنا أسية ناقص X مثلها كمثل 2X ناقص X تعطي لنا X أرجو قد فهمتم ثم عندنا هذا مع هذا كم يساوي؟ يساوي ناقص 1 معناه ناقص 1 يساوي الصفر قلت كصر يساوي الصفر البسط هو الذي يساوي الصفر المقام مستحيل يساوي الصفر الآن ننقل هذا إلى هنا تصبح هنا أسية ناقص X يساوينا واحد والواحد تذكر ماذا قلنا عليه؟ إنه أسية الصفر ومنه ناقص X ماذا يساوي؟ يساوي لنا صفر معناه ناقص X يساوي الصفر فإن X الكثير يقول يساوي ناقص 1 لا يا أبناء يركزوا بما أن هذا كيف يقرأ؟ يقرأ ناقص 1 معناه الصفر على ناقص 1 صفر على ناقص 1 بالآله حسب الصفر يعطي لنا الصفر فتصبح لنا مجموعة الحلول S وإنها تختلف عن هذه القيمة فتصبح لنا S يساوي لنا كم يساوي لنا الصفر فقط أرجو قد فهمتم ويمكن أن نقوم بعملية التعويض هنا أمامكم وسوف نجد القيمة عوض هنا بالصفر وهنا بالصفر الصية الصفر هي واحد ناقص 3 على واحد ناقص ماذا؟ ناقص 5 تساوي لنا ناقص 2 على ناقص 4 وتساوي لنا هذا الزائد ناقص مع ناقص بحث زائد 2 على 4 وهي 1 على 2 انظروا بأمعينكم والجواب صحيح هكذا أبنائي قد أنهينا مع هذا الفيديو وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء تمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء أنا بالصحة والعافية كما أنصحكم بفيديو شامل اسمه الدالة الأسية من الألف إلى الياء مدته 5 ساعات و22 دقيقة هو فيديو شامل وشافي وكافي للدالة الأسية وفي الأخير يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته